حقيقة انفصال الفنانة شيرين وحسام حبيب وأحمد سعد يتدخل حاول عدد من النشطة على موقع التواصل الاجتماعي على نشر خلاف بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب وبلغ الأمر بينهما إلى التراشق بالألفاظ والمطالبة بالانفصال ولكن تدخل بينهما الفنان أحمد سعد للصلح بينهما وقد انتشرت شاعات على موقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقو صدام عنيف وقع بين الزوجان فيفلا حسام حبيب بمدينة الرحاب شرقي القاهرة وبلغ الأمر بينهما إلى حد التراشق بالألفاظ وطلبت شيرين الأنفصال منه إلا أن المطرب أحمد سعد تدخل للصلح بينهما بسبب علاقة القوية بينهما الذي تربطهم منذ الدراسة في معهد الموسيقى وبعد انتشار الخبر خرج حسام حبيب عن صمته ونفاء الواقع عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر ونشر الآياء الكريمة في قوله تعالى في قلوبهم مرضى فزادهم الله مرضى فيما نشرت شيرين عبر حسابها على منصة تويتر أنها قرأت جميع هذه الإشاعات التي ليس لها أساس من الصحة وليست مضبوطة بالمرة كما تدخل الفنان محمد عبدالوحاب شقيق الفنانة شيرين لنفي الخبر وكتب على حسابه الشخصي على تويتر حصبي الله نعم الوكيل على كل مفتري أما النجم أحمد سعد الذي جاء اسمه في الخبر المتداول كوسيط للصلح بين الزوجين فنشر صورة تجمعه بحسام حبيب وشيرين عبر حسابه على موقع فيسبوك وأرفقها بالتعليق أصحابي وحبايبي ويذكر أن شيرين تزوجت مرتان الأولى من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى واستمر الزواج بينهما خمس سنوات وأثمر هذا الزواج عن إنجابهما ابنتين مريم وهناء وتزوجت بعده من الفنان حسام حبيب في إبريل 2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر